شركة ألمنيوم البحرين ألبا من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا تيم موري أن تمكن ألبا من تحقيق الرقم القياسي في الإنتاج لهو دليل قاطع على ما يتمتع به الموظفون من مرونة وإصرار لتحقيق التمييز رغم جميع الصعوبات كما أكد الرئيس التنفيذي لألبا سعي الشركة لتحقيق نتائج أفضل في العام الجديد مع المضي في إنشاء مشروع خط الصهر السادس للتوسعة منح مصرف البحرين المركزي ترخيص مكتب تمثيلي لشركة نامورا انترناشنل بي إل سي للعمل في مملكة البحرين وتقدم شركة نامورا انترناشنل من مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة وهي شركة تابعة للمؤسسة الأم في اليابان ومن خلال فروعها الأخرى في جميع أنحاء العالم نطاقا واسعا من المتاجرة في المنتجات المالية بما في ذلك المشتقات ذات الصلة كما تقدم الشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية وتمويل الشركات إضافة إلى الأعمال المتعلقة بتمويل الأصول ورؤوس الأموال ومن المتوقع أن يسهم المكتب التمثيلي للشركة في تعزيز العلاقات القائمة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك التعامل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين أعلنت شركة عقارات السيف عن إبرام اتفاقية لتنظيم عملية تسجيل الأسهم مع شركة البحرين للمقاصة وذلك في مقر بورصة البحرين بمرفأ البحرين المالي وتنص الاتفاقية على تعيين شركة البحرين للمقاصة كمسجل لأسهم شركة عقارات السيف علاوة على مباشرتها لأنشطة الحافظ الأمين وذلك في مجال الإيداع والمقاصة للعام المقبل وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل أحمد نوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بالإضافة إلى العضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة وستقدم شركة البحرين للمقاصة بموجب الاتفاقية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتضمن الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي شركة عقارات السيف إضافة إلى تحديث بيانات سجل المساهمين وقعت منظمة توريج اتفاقية شراكة مع وكالة الاستشارات والاتصال المؤسسي في مجال المال والأعمال فين مارك كوميونوكيشن وذلك لدعم وتمكين السيدات المهنيات في مملكة البحرين جاء ذلك على هامش اجتماع حضره ممثلون عن صندوق العمل تمكين حيث ناقش أهمية وفوائد الإرشاد المهني المنظم وخبرة ريج وخططه لإطلاق برامجه في البحرين وفي سياق مذكرة التفاهم ستصبح وكالة فين مارك كوميونوكيشن شركة تواصل الرسمي لمنظمة ريج في البحرين وسيشمل ذلك التحاق الموجهين والمتدربات في برنامج ريج للتوجه المهني والمساعدة في تنظيم فعاليات ولقاءات التواصل المهني شكرا أن اليوم أطلقنا ريج بحرين ريج هي عبارة عن أول مؤسسة غير ربحية هادفة أنها تسوي برنامج إرشادي في التوجيه للنساء الشابات في المجال المهني طبعا ريج في دبيت أسست في 2013 وقدرت أنها تسوي تقريباً بين 200 من المنترز والمنتيز اللي هم الشابات المستفيدات بس الموجهين ممكن يكونوا الرجال والنساء نحن طبعاً ثقافة التوجيه والإرشاد موجودة دائماً عندنا في مملكة البحرين بس يمكن المختلف في هذا الموضوع أن يكون فيه بطريقة تقنية وطريقة ستركتورد ويكون فيها متابعة نحن كنا سعيدين نكون جزء من حلقة نقاشية مع الأخوان أصحاب القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد تكلمنا فيها عن جهود البحرين أو ثقافة ريادة الأعمال وثقافة التوجيه في جانب ريادة الأعمال والجانب الاحترافي بشكل عام في البحرين كنا سعيدين جداً بالملاحظات التي سمعناها من الأخوان من مختلف القطاعات الجهود التي لبعض المؤسسات الربحية وغير الربحية التي قاعدتها ضعها على أساس الموظفين وأصحاب القرار في مؤسساتهم يستفيدون من برامج التوجيه المختلفة في البحرين والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نواصل النشرة الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.4% عند مستوى 1315 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خمسة ملايين وتسعمائة واثنين وتسعين الف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون واربعة وثلاثين الف دينار تم تنفيذها من خلال السبع وثمانين صفقة وقد تركز ناشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7290 نقطة بالخفاض طفيف بلغت نسبته 0.26% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6518 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.32% وبالنسبة لسوق البي المالي فقد أغلق عند مستوى 3503 نقاط بارتفاع طفيف أيضا بلغت نسبته 0.38% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر